بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إلى هذه المادة وفي البداية أشكركم كثيرا وأشكر جميع المشتركين في هذه المادة وأتمنى لكم إن شاء الله أن تجدوا الفائدة والمتعة وكذلك التوفيق إذن نبدأ المحاضرة الأولى ستكون بعنوان طرق تحديد المواقع عبر العصور وستوزع هذه المحاضرة على أربع نقاط أو أربع فقرات كما هو موضح في الشريحة الأولى منذ أصور قديمة ومنذ أن بدأ الإنسان البدائي في التجوال والترحال محاولا اكتشاف أرجاء القرى الأرضية وهو دائما يسعى ويبحث عن وسيلة ما تساعده في إمكانية تحديد موقعه وتحديد اتجاهه ومعرفة الطريق والتنقل بين السهول والهضاب المختلفة لمختلف الأغراب فكان الإنسان في البداية يعتمد على تحييل مساره ودروبه أولا من خلال مشرك الأرض ومغربها وأعتمد أيضا على الجبال ومن ثم علامات من أقوام صغيرة كما هو موضح من الحجارة إلا أن هذه الوسيلة يمكن أن تنجح في نطاق صغير إضافة إلى أنه يمكن أن تزال هذه الأقوام حينما يتساقد الجليد مثلا أو تهتل الأمطار كما أن الإنسان قام بتحديد الاتجاهات عن طريق الظاهرة الطبيعية فكان يستخدم مثلا ظل الشمس لتحديد الاتجاهات ولتحديد الأوقات كما هو موضح هنا ولكن أزدادت المشكلة سوءا حينما بدأ الإنسان في اكتشاف البحار والمهيطات حيث أنه لا يوجد مكان لوضع العلامات الحجرية كما ذكرنا ولا علامات أرضية كالجبال مثلا يسترشد بها وكانت النجوم هي وسيلته الوحيدة التي يعتمد عليها ولكنها بعيدة جدا إضافة إلى اختلاف درجة وضوحها من موقع إلى آخر ومن ثم فإن الطريقة الوحيدة لإستفادة منها وهي استحداث طرق دقيقة للقياس وهكذا أتخذ الإنسان من السماء دليلا ومرشدا إذ تتبع مشرق الشمس ومغربها للحفاظ على طريقه في النهار وراقب النجوم ليلا كي لا يحيد عن مساره هنا كما هو موضح هنا وما زال يستخدم إلى اليوم يستخدم النجوم في السماء أو قطب الشمال أو ما يسمى قطب الشمال نعم لتحديد الاتجاهات مثلا اتجاه الشمال وغير ذلك إذن هناك عدة طرق استحدثها الإنسان واستخدمها عبر العصور لكن لن نتكلم عنها بالتفصيل ولكن نأخذ بعض الأمثل من الماضي القريب كما ترون هذه الأبواق هذه الأبواق الموضحة هنا استخدمت في الحرب العالمية الأولى بكثرة من قبل القوات اليابانية لتحديد مواقع الطائرات من خلال الصوت حيث يقومون بتكبير الموجات الصوتية وتحديد موقع الطائرات لاتخاذ إجراءات الدفاع أو تجنب القصر لأنه عند تحليق الطائرات على ارتفاعات منخفضة نسبيا فصوتها هدير هذه الطائرات لأنها كانت تستخدم المراوح قابل لسمع لكن بشكل طفيف جدا ودون إمكانية تحديد مصدر بدقة لذا فالجوش قامت بإيجاد طرق بديلة لتحديد موقع الطائرات بشكل أدق وذلك باستخدام ما يشبه أبواق كبيرة موجهة بميل صغير جدا عن بعض هذه الأبواق كانت تلتقط وتضخم صوت المحركات وبتحديد البوق ذي الصوت الأعلى يمكن تحديد موقع الطائرة بشكل تقريبي طبعا بحيث يمكن اتفاع ضدها أو توقع خط سيرها أو أهدافها المحتملة وغير ذلك وما لبث العلم أن تطور واكتشف الرادار واكتشف الرادار كما هو موضح هنا والذي يستخدم لعدة أغراض لن نتكلم عنه ولكن من ضمنها تحديد المواقع ولكن لحاجة الإنسان في تحديد موقعه بدقة وفي أي مكان وفي أي زمان ففي العصر الحديث ومع التقدم الكبير في علم الفضاء في علوم الفضاء والتطور التكنولوجي في أنظمة الإرسال والاستقبال فقد طور البشر أنظمة متعددة لتحديد المواقع منها الأقمار الصناعية الأقمار الصناعية حيث تم إطلاق أول كامر صناعي في عام 1957 ميلادية وهو سبوتنيك من قبل الاتحاد السوفيتي أنذا إذن كانت هذه مقدمة مختصرة جدا عن تطور طرق تحديد المواقع عبر الزمن هذا فيما يخص الإنسان فماذا عن الحيوان تعالوا لننظر كيف تطور أو كيف تحدد الحيوانات تحدد مواقعها أو الطرق التي تستخدمها الحيوانات في الفيديو التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر